السلام عليكم ورحمة الله بهذا الفيديو راح نشرح بالتفصيل الفرق بين نظام الكورسات والنظام الفصلي طبعا كثير من التعليقات جاية السائل اللي نجح من صف السادس ابتدائي او دا يروح للاول متوسط المتوسطة ما يعرف شنو النظام الفصلي وشنو النظام الكورسات ولو هو نظام الكورسات اللغة هاي السنة يعني سنة 2022-23 لغته وزارة التربية نظام الكورسات لكن هو الافضل نظام الكورسات افضل من نظام الفصلي لكن شنو سوي لغته بعد الوزارة خلينا نشوف شنو معنى النظام الكورسات اول مرة شنو الفرق بين نظام الكورسات نظام الكورسات بكورس اول وكورس ثاني حتى تمتحنون شهر أول وشهر ثاني ونهاية كورس أول تتطع الكورس الثاني جئ لنص سنة شهر أول وشهر ثاني ونهاية كورس الثاني قبل كورسات شكيه اخذته في الكورس الأول لا تستطيعها في الكورس الثاني يعني هذا مثلا عندك الاجتماعيات مقسميا القسم الكورس الأول وقسم الكورس الثاني يعني نص الاجتماعيات الكتاب فتأخذه بالكورس الأول بعد من تجيب الكورس الثاني ما تأخذه تأخذ شي جديد فراح تمتحن نص بنص نص كورس أول ونص كورس ثاني أو حرامات نقول اللغة لأنه هو أفضل طريقة أو أفضل نظام هو نظام الكورسات بس شي نسوي الحمد لله فالنظام الكورسات لما قلت لك تأخذ أي شيء مثلا تمتحن تمتحن حي يسويك تمتحن بنهاية الكورس الأول تمتحن شهر أول وشهر الثاني أو نهاية كورس أول من تطلع أكمال بنهاية الكورس الأول أو نهاية الكورس الثاني راح تمتحنه شنو شوكت تمتحنه دور ثاني يعني بشهر التاسع هذا شنو هذا نظام الكورسات نجي على نظام الكورسات طبعا من خمسين تجمعون الشهر الأول أو نص سنة تجمعوهن ويطلع لكم درجة نهاية الكورس الأول ونهاية الكورس الثاني هم نفس الشيء تجون على نظام الفصلي اللي هو هسه هسنة داخل نظام الفصلي نظام الفصلي يعني مثل الشي نقول مثل الثالث ابتدائي ومثل الثالث هذا مثل الثالث ابتدائي ومثل الخامس ابتدائي مثلا اشتاخذون بالنظام الفصلي تمتحن فصل أول وفصل ثاني ونصف السنة نصف السنة مراح يعني تفيدك ومو مقول مراح تفيدك لا لان ورا نصف السنة تمتحن فصل أول وفصل ثاني أو نهاية السنة فانت حتى لو طلعت اكمال بنصف السنة يعني ما راح تمتحن بنهاية السنة لا مراح تمتحن ورا نصف السنة فصل أول وفصل ثاني وتطلع درجتك راح تمتحن نهاية السنة اذا طلعت اكمال بدرس درسيا راح تمتحن دور ثاني بشهر التاسع هو هذا نظام الفصلي وبعدين شكوا يعني موثل نظام الكورسات شكوا اي شي تاخذه بالكورس الأول ومتراح تاخذه بالكورس الثاني لكن نظام الفصلي شوية شغلته تضوج حتى لو اخذت بنصف السنة وامتحنت نصف السنة نصف الكتاب بالفصلي راح تمتحن كله من بداية الكتاب لحد نهاية الكتاب والدرجة من 100 هذا هو الفرق بين نظام الكورسات والنظام الفصلي ومثل ما قلت لكم نظام الكورسات اللغة هاي السنة رجعوا على نظام الفصلي وان شاء الله التوفيق